دكتور من شرحك للأعراض لحظت بعض الأعراض عندي وليس كلها مثل وجع أسفل البطن ووجع من الخصية مش بشكل مستمر بروحه بيجي وفي القذف أحيانا بيكون سائل وبكمية ضئيلة ما هو تشخيصي هذا من الرسالة؟ يعني هذا غالبا احتقان يعني هذه اللي هي الناس اللي احنا دايما بنسمحهم بنشوفهم بيقولك أنا يا دكتور عندي سرعة قذف وهذه من دلالات اللي هو هذي منتشرة عند الناس سرعة القذف يعني عساس أنه نبينها لأنه بيصير بيختلط على الناس إنه بيقولك طيب أنا يعني قديش يعني احنا بيقول هي من أربع إلى خمس دقاق هي يعني المتوسط العملية العملية اللي قامت العلاقة الحميمة مع الزوجة هي من أربع إلى خمس دقاق بعض الناس هدول لسرعة القذف بيكونوا يقولك ثواني معدودة عشر ثواني نص دقيقة دقيقة ماكسوم من جكتين شوف لوين وهذي يعني هذي للطرف الآخر يعني وبعدين طب هذا منهج حياة هذي مش مرة وخلصنا ولا مرتين طب حياة طول حياتك أنت بدك تضلك هذا وبالتالي بيصير الأمر مزعج مش هو فرق وخلص هو هو خلص لكن الطرف الآخر طب وبعدين الطرف الآخر تخيل أنت نص دقيقة وخلصنا وقال بحاله وبالتالي يعني من ضمن احتقان غدة بروسات الأعراض اللي هي اللي ما بحسش بالقذف أو ضعف في القذف أو سرعة قذف في البرسات أو حرقان أثناء القذف أو هذي من ضمن الأعراض أو بيجي بقول لك نحن دائم من يجي مسأله طب الزوجة لما بصير عاملة القذف بتقول كاش ميتك زي النار أو في عندها حرقان بعض الاحيان بقول لك آه يا دكتور وهذي من ضمن علامات أنه في عندك التهابات في قدة البرساتة طبعا بالشرط أنه هذا اللي بعت الرسالة أو بيسأل أن يكون متزوج ممكن يكون مش متزوج يعني لو كان متزوج طبعا هذي معلومة ولازم نحن نأكدها يا أبو أبو أنس أنه في حالها في حال احتقان أو التهاب غدة البرساتة أثبتناها وطبعا هذا عن طريق تحليل بسيط عند الزوج خلال ربع ساعة أو نص ساعة بتطلع النتيجة وغير مكلف من 15 إلى 20 شكل تقريبا بيطلع النتيجة السائل من وهذا من رئال الجهاز التناسلي في حال أثبتنا وأكدنا أنه في عند الزوج أو عند الراجل في التهابات متزوج طبعا يجب ها حط تحتها من كم من خط علاج الطرف الآخر اللي هي الزوجة حتى نصل إلى نتيجة وإلا حنقعد في حلقة مفرغة وهذه المشكلة اللي بقى فيها كثير من المعالجين وكثير من اللي بتعالجوا المرضى إذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر